بسم الله ساعة كتيرة الواحد بيلاقي حاجة نشرت على صفحة صديق ليه الرجل ده محترم جدا وحاجة نشرت سيئة فيها صورة مثلا سيئة او فيلم سيئ او اي حاجة فالواحد بيحسن نظن بالشخص دوت هو غالما بحاجات اسمها تطبيقات خبيثة فيه تطبيق مثلا جاي بصورة بريئة لعبة مثلا بتدوس عليها فهو تلقائب ياخد صلاحيات انه نشر على صفحة بتاحتك يبعت رسائل لصدقائك فمن غير ما تتحستي وتلاقيه بعد نفسه ونشر نفسه الفيرس عندناس كتيرة فتي جي لينكات صاديق ليك بيدوس عليها لان هو جاي من انتك كنت فيبدأ الفيرس توجي عنده او التطبيق الخبيث ده يتنشر على الصفحة بتاحته ويبدأ ينشر حاجاتbahس بتاحته طيباذا يتاجد قد اخر حاجات تتنشر على الصفحة بتاعتي هي لي انا لان هو سعب ينشر على الصفحة وسعب ينشر على الجروب اتسعب ينشر على الصفحات ممكن بنشر للصفحة بتاحتك وانشر ال tongs انت بشو اخب بالك. تمام? هتيجي مستعمل لفوق خالص دوت وتقول له اكتفة لوج. هيبدأ يظهر لك اخر حاجات حصلت. اخر كومنتات اخر حاجات في صفحات. لو انت شك في اي حاجة هتيجي هنا في اديت وتقول له دليت. تمام? وساعت بيتلاقي اسم التطبيق هنا لو فيه تطبيق هو اللي كتب الحاجات دا. طيب انا عرفت التطبيق وعايز اقفله خالص. هروح اجاي هنا في سيتنج. هلاقي ابليكيشن. هبدأ شوف التطبيقات اللي عندي. اللي هو اي تطبيق انشاك فيه. ابدأ اشير منه الصلاحيات. لو انا بش واسك. يعني ممكن مثلا تطبيق زي ده مثلا. تمام? انا بش متأكد. فهقول له بدل ما بينشر public لا انشر only me. يعني لو نشر حاجة غلط. بس انا اللي هشوفها. تمام? ال friends list هل هو يشوفها ولا لا? الحاجات اللي هو بش عايز يشوفها بش من علامة صح. تمام? ايه. وهقول له safe. طيب لو انا واسك ان التطبيق ده هو ده من اللزين اللي عملا نشر حاجات غلط. تمام? هاجي قدامك كده هلاقي علامة اكس. هدوس على علامة الاكس دوت. واعمل remove للتطبيق دوت. بحيث ما اقدرش ينشر تاني على الصفحة بتاعتي. تمام? ولكن هقول remove. هقول له remove. كده خلاص. التطبيق ده انا شلته من عندي ما اقدرش ينشر حاجة تاني. طيب. غالبا هو بيسرق الحساب بتاعي ازاي? هو ببعت لي رسالة على الايميل بتاعي. جيميل او الياهو او الهوت ميل. يقول له يلحق الحساب بتاعك تسرق. فانت بتروح دايس على اللينك. فيروح فتح لك صفحة. هي بش الفيسبوك ولا اللينك دي انا ولا تويتر هو واخد نفس الشكل. ومغير في الاسم. فانت لازم بتأكد من فوق الاسم. ممكن يخلى مسلا فيسبوك دوت نت او دوت ارج. او شيل حرف الاو او كاتب الاف دي حرف الفي. فانت مغرد شفت الشكل. فبتكتب الاسم والباسورد يروح سرقهم ويرروح داخل حساب بتاعك. وياخد حساب بتاعك. فانت الحق. اول ما تلاحق زي كده ادخل على الحساب بتاعك. غير الباسورد. تمام? هتكتب الباسورد الحالي وتكتب الباسورد الجديد. هتجي ادخش على السيكوريتي تبدأ تشوف السيكوريتي تقول له مسلا لو حصل حاجة بلغني لو لازم بابروف يبعت لك كود على الموبايل بتاعك قبل ما تدخل. اه لو انت ما كنت اشتغلت من الجهاز ده قبل كده. يعني لو حد حاول يدخل من الجهاز جديد. لازم يبعت لك رقم سري على الموبايل بتاعك اللي انت بدخله. تمام? دي بعض الحاجات اللي بتصعب ان حد يختارك الحساب بتاعك. تمام? واحد يبقى عنده برانوية. برانوية اللي هو شعور الارتياب. ان اي حد يبعت لحاجة على النواحة مثلا بعت لك رسالة على المسنجر. اسأله هل انت اللي بعت ديت? لو بعت لك لينك وقت ما كنتش اتكلمت في المضادة خالص. ولكنت بعت لك لينك مثلا غريب. شكله كده مريب شوي. هل انت اللي بعت الحاجات دي? اه ده ديفها مثلا فيديو قيم. طب خلاص افتح. لا ده ده فيروس عندي او انا مش عارف هو بعت ازاي. لا خلاص يبقى ان الحاجات دي ايه ما دست عليها. وان شاء الله يعني ايه اه نحسن نظن ببعض لو حاجة نشرت غلط نبعت رسالة. خلي بالك في حاجة اتنشرت غلط انا اوصك ان انت مبعتش حاجة ديت. السلام عليكم ورحمة الله بركاته.